بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد عزيزة الله بمناصة توب ستودنس أهلا وسهلا بكم في الفيديو ده ان شاء الله هنبدأ نحلم مع بعض من كتاب اي وان تريجر عايزة فكرك ان احنا خلصنا لحد الوحدة الخمسة كان الشغل كان في كتاب توب ستودنس هنكمل برضو في كتاب توب ستودنس بالإضافة لكتاب اي وان تريجر اي وان تريجر ده من أعظم الكتب اللي نزلت على الساحة على الإطلاق اسئلة كلها مبنية على فكر مش حفظ عايزة فكرك ان ما تنساش ان كل يوم حد تكون مجهز نفسك عشان الامتحان اللي هنعمله وما تنساش الورقيات اللي بنزلها على جروب التليجرام لازم تحلها علشان تستفيد هتبدأ الورقيات الورقة تنزل حضرتك هتحلها وبعدين تستنى إجابتها آخر اليوم وتقارن إجابتك بالإجابة اللي نعملها لو في سؤال انت مش فهمه سكرين شوتك الجميل وتبعته لع الخاص وهرد عليك بفويس أفهمك ليه اخترنا الإجابة دي تعال نبدأ كده بسم الله هي أول جملة بيقوله هو أبدأ في مجال الموسيقى منذ طفولته هي أكيد أبدأ اهتماما اهتماما دي لي اسمها انترست الأولى دي يبقى شو انترست يعني يبدي اهتماما بي الجملة التانية هي طب قبل ما نكمل برضه عايزة ديكمل حوزة كده على كلمة انترست عايزة تعرف ان كلمة انترست معناها الاهتمام طب اهتمامات انترست دي رقم واحد يبقى كده لو هي معناها اهتمام لها مفرد وجمع انترست دي برضه بستخدمها بمعنى فائدة بنكية ركز معي بس وفهمني كواس كده الكلام ده كله هتاخده مكتوب في ملف بي دي اف عالجروب بمجرد نزول الفيديو ركز بس انت معي ديني اوزنك كده وركز معي فقط علم بس معي الكلام اللي بقوله كله ده هكتبه لك في ورقة دلوقتي حالا بعد ما خلص وهينزل على جروب تليجرام بي دي اف احفظ بس انت ورايا والدنيا ان شاء الله تبقى تمام يبقى احنا قلناه الحاجة كده كلمة انترست معناها اهتمام جمعها انترست اهتمامات طيب لو احنا استخدمناها بمعنى فائدة بنكية في الحالة دي هي اسم لا يعد طيب عايزون مسلا نقول معدل الفائدة البنكية يبقى انترست ريت خد بالك منديك كويس في اديام كده كنت رزلته مرة كان اسمه of no interest to يعني ليس له اهمية بالنسبة لي عايز اقولك الكلام ده ملوش اي اهمية بالنسبة لي يبقى your words are of no interest to me عايز اقولك قرارك ده ملوش اي ستين لازمة بالنسبة لي قرارك ليس له اهمية بالنسبة لي فأقولك your decision is of no interest to me طيب ما تنساش ان interested in والفعل مضافة ing والفعل في المصدر طيب اه برضو لو هنستخدم كلمة فائدة بنكية فممكن نستخدم كلمة بنيفت اعمل حسابك وكلمة بنيفت برضو معناها الاعانة ولما نقول اللي هي الاعانة اه اه الخاصة بالبطالة اعانة البطالة يعني الفلوس اللي الحكومة بتقدمها للناس يعني الفلوس اللي بتقدمها للحكومة للناس عشان هما عندهم بطالة او لا يعملون طيب اه نمتق بعد كده برضو في ايديام تاني بمناسبة بنيفت عشان يبقى احنا كل حاجة بنقولها كده في مصطلح اسمه to the benefit of دي معناها لصالح على سبيل المثال لو انت عايز تقول اتمنى القرارات اللي الحكومة اتخذتها تكون الصالح العام لصالح الدولة كلها فتقول I hope the decision taken today will be to the benefit of the whole nation ان القرار دي يكون الصالح الدولة كلها الجملة التانية He has been in music since his childhood هنا he has been d زي ازعود نفسك دايما has been d يعني verb to be اعتبرها verb to be وانت بتقول هو يكون مهتما بي وبالتالي هتقول he has been interested in music يا مصر انت قلتلي interested in و interested to صح اقلتلك فعلا طب ينفع هنا نقول interested to لما ينفعش طب ليه interested in الفعل يوضح ال ing او الاسم interested to والفعل في المصدر عندك in music ميوزك دي مش فعل دي اسم number three when I was young نبيل فاروق was my a authoring عايدة تفهم اللي هقولك ده كويس كلمة authoring دي معناها مؤلف او كاتب يعني زي author الضبط ده رقم واحد ده رقم اثنين لو انت عايز تقول الطعام المفضل يبقى favorite food الرياضة المفضلة favorite sport طيب عايز تقول بقى الكاتب المفضل خلاص يبقى بنفس المنوال favorite authoring طيب favor الاورانية دي معناها معروف او جميل حد اقدم لك حاجة فتقول له بسمحت thank you يعني طبع هتقول له شكرا طب انت عايز تقول له هل يمكنك ان تقدم ليه معروفا هتقول له can you do me a favor do شخص a favor يعني يقدم لشخص معروفا number b بقى fever d معناها الحمى مرض الحمى يعني الاخرة خالص بقى favorable d favorable d برضو تدي معنى مفضل ولكن عايزك تاخدها كده بينك وبين نفسك بمعنى good لما اقول لك it is favorable to ده معناها it is good to او it is suitable to يعني مناسبا لي هنا في الجملة بقى بقول لك it is a to give me another chance to express myself يعني من الجيد ان تعطيني فرصة اخرى لكي اعبر لك عن نفسي يبقى it is favorable طيب بعد كده number five we saw from the a of her expression expression دي معناها تعبيرات الوجه يعني او تعبيرات الكلام that she meant that احنا فهمنا من a ان هي تقصد الكلام اللي هي قالته اكيد احنا فهمنا من seriousness اللي هي الجدية طيب serious يعني جاد وخطير seriously معناها بجد او بخطورة series الاخيرة دي معناها سلسلة من الكتب او كده سلسلة يعني احنا شفنا من الجدية ان كلامها مقصود انها ما كانتش قالته بالغصب يعني يبقى seriousness هي number a طيب six smoking can damage your health تعال انترجم عشان نفهم وعايز ايه التدخين يمكنه ان يدمر بخطورة صحتك يبقى انت اكيد عايز ظرف مدام انت قلتلي بخطورة يبقى seriously طيب بعد كده number seven i find it hard to sleep unless there is complete انا ما بعرفش هنام اصلا الا اذا كان هناك صمت تامي يبقى silence ل number c طب اما الايه silent صامت طب تعال نشوف الجملة اللي بعدها وهي فهة توضيح لدي بقولك i find it hard to sleep unless it is completely silent يبقى الكلام ده تاني كده تاني نربط الجملة اللي بعد ركز انا في رقم 7 بقولك ما بعرفش هنام الا لما يكون there is يعني يوجد الا لما يوجد صمت اللي هو silence طيب لكم في ثمانية بتقول لي الا لما تكون الدنيا it is الا عندما تكون completely silent عندما تكون الاجواء صمتة تماما زي ما نقول there is complete happiness لكن completely happy طيب رقم تسعة to plant the tree عشان تزرع الشجرة دي we are to dig a in the ground عشان نزرع الشجرة دي فانتعالف ال idiام على بعض اسمه dig deep اللي هو dig deep يعني يحفر بالعمق يعني اسمها deep اللي هي رقم b my neighbor looks a religious religious يعني متدين انتعالف اني متدين دي صفة والصفة يا مستر قبلها ظرف سلام عليكم يعني فأكيد هتقول looks deeply religious يعني يبدو ان هو متعمق في الدين او متدين بشكل كبير جدا فعشان كده هنقول احنا قلنا دي deep قلت عشان النقطة دي بس مش نفعة deeply طيب she left a instructions that she must not be disturbed يعني هي تركت تعليمات صارمة صارم يعني ايه يعني strict رقم c طب هم اللي البقين دول strictly معناها بصرامة strictly بصرامة فلو انت قلتلي she strictly talk to us طيب strict معناها صارم طيب strictness اللي هي الصرامة ذات نفسها الاسم نفسه طيب اه احنا خدا في الدعم القلناة يقلنا strictly معناها بصرامة strict يعني صارم strictness الصرامة ذات نفسها طيب stricken دي معناها المنكوب فلما نقول stricken city معناها المدينة المنكوبة stricken ship معناها السفينة المنكوبة هو هكذا بقولك انه من الممنوع الركاب ان هم يتكلموا مع السائق انت عارف ان كلمة جيرني معانها رحلة طبعا موضوع ده مشكلة طيب يبقى انت ديها صفة يعني معناها ممنوع والصفة عايزة قبلها زرف يبقى انت عارف نفسك كده محتاج الظرف الظرف الاختيار دول هو كلمة ممنوع بصرامة ممنوع تماما هي لم تحب الصرامة التي طبقت بها القوانين الصرامة يا مستر يبقى مستر انا بتلقبط بين الاسم والفعل والصفة والافلام دي اعملها ازاي والله لو ما ترجمتش مش هتعرف انت شايف انا قدامك بترجم بقول في العربي في 13 بنقول هي لم تحب الصرامة او الصرامة بتاعت القوانين الصرامة فعشان كالصرامة they were poorly a and spoke little english ان هما كانوا بورلي زرف عايز قبله عايز بعضه صفة وانت مغمط عينك تستخدم الصفة اللي هي كلمة educated معناها متعلم يعني هما متعلمين تعليم سيء تعليم ضعيف she has no formal qualifications هي ليس عندها مؤهلات علمية مؤهلات تعليمية وبالتالي تقول educational qualifications educational qualifications معناها تعليم مؤهلات تعليمية طيب 16 children living in inner city areas الاطفال اللي عايشين في المنطق الداخلية في المدينة may be a disadvantaged disadvantaged يعني عيب disadvantaged يعني ينقصهم في المعنى هنا فانت بتقول الاطفال اللي عايشين في الاماكن الرفية ناقصين تعليميا يعني معيوبين تعليميا مثلا يبقى ايه مفروض educationally disadvantaged طيب اه طبعا مش معنى كلمة city في الموجودة في الجملة يبقى انت هتقول في المدينة فتعليمهم كويس وكده هقولك in the inner city areas يعني الاماكن الداخلية الاطراف القرم الاخر يعني دكتور احمد زويل is a person in the field of science دكتور احمد زويل ده هو شخص فعال شخص مؤثر يبقى خلاص انت عايز كده تلمة مؤثر اللي هي influential الاولى وما the influence رقم b اللي هو معناها التأثير influentialy معناها بشكل فيه تأثير بتأثير Influenced يعني متأثر احنا كلنا Influenced بدكتور احمد زويل the governor refuses to be by public opinion governor اللي هو الحاكم بيرفض انه يكون متأثرا بالرأي العام يبقى to be influenced اللي رقم d يرفض ان يتأثر او ان يكون متأثرا وانت بترجب احذر انك ممكن تقول يرفض ان يتأثر فتروح عايل ان يتأثر اسمها Influenced يؤثر وتأثر وتفضل تألف في الترجمة انت قدامك بيرفض ان يتأثر احذر بعضه صفة to be influenced طب 19 بقى آآ بيقول لك the advertisements were a published يعني ان يشرت بشكل مؤثر يبقى اكيد انت عايز مدام هنا فيه published تصريف ثالث يعني دامي ديني معنا الصفة فانا عايز الظرف يبقى Influenced هو تحدث عن الموضوع بذكاء يبقى intelligently وما الايه intelligent intelligent يعني ذكي خد بالك من دي الذكاء ذات نفسه معناها مخابرات زي ما اتفقنا مخابرات مصرية مخابرات روسية هو ظرف فانت عايز بعد الظرف يا مستر صف فعشان كده هنقول يعني هو ذكي بقدر كبير اللي هو البنك ومعنى ضفة النهر البنك بيرفض انه يقبل او يتحمل مسئولية الخطأ يبقى المفروض اللي معناها الاولى دي يقبل المسئولية اسمها وانت عارف ان كلمة معناها مسئول مسئولية وما تنساش في الجملة دي ان كلمة دي ممكن استخدمها بمعنى النفايات بزي كلمة ويست كده وبرضه كان فيه كلمة مستيك خطأ بي مستيك عن طريق الخطأ تلاتة وعشرين اللي هو مجلس المدينة مجلس المدينة مسئول عن يبقى رقم عايزك تعرف ان كلمة يعني غير مسئول او متهور واحد خبطك بالعربية فتقول عليه والله انت راجل يعني انت عيل متهور متهور مش معناها انه مش بسرعة متهور يعني يعني لا يتبع العقل يعني بعمل حاجات غلط من الآخر يعني واحد كسر لك كوباية اللي ما بتشرف فيها فتقول له على فكرة انت حاجة كده زي عيل أدب يعني روح عشان احنا هنعمل حفلة كبيرة تشريفا لأبي كلمة تشريفا لي اسمها ولما نشيل فهتروح عيل من الغرب من الغرب من الغرب من الغرب من الغرب بخمسة وعشرين بها لها حياة مهنية طويلة و كريمة كريمة دي اسمها لرقم دي كريمة يعني حياة مهنية مش شريفة او مكرمة او ذات قيمة بقول لك احنا نشوف بعضين كتير جدا اصلاحنا اعضاء فيه ريزدنت اسوسياشن ريزدنت اسوسياشن دي زي كده حاجة زي نظام جمعية الجمعية المهتمة بمصالح السكان مثلا او كده اسمها ريزدنت اسوسياشن دي هي رقم رقم دي ما تاخدش ما تلخبطش بين association و associated 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 معناها مرتبط بي ده علاقة بي association معناها يربط او يوحد association طبعا زي قلنا النون associationism الاخيرة دي اسمها associationism دي معناها النقابي او النقابية لما نقول مثلا associationism plays an important rule in the workers life يعني النقابة الحياة النقابية يعني بتلعب دورهام في حياة الافراد بعد كده رقم 27 there are problems which are a with cancer treatment في مشاكل مرتبطة بي علاج الكنسر يبقى associated اللي هي رقم بي associated معناها مرتبطة بي ذات علاقة بي طيب رقم 28 what is the in meaning ركز بقى في الاربع كلمة ده لاترجمه منك الاول عشان ما يتلخبطش فيهم اولين خلص differ d معناها يختلف يختلف ده الفعل differences اختلافات different مختلف الصفة difference اختلاف اسم مفرد الجامعة بتاع differences بيقول لك what is the in meaning ما هو الايه في المعنى بين كذا وكذا ما هو الاختلاف ما هو الفارق اللي هو difference طيب ليه ما نقولش الاختلافات يا مست الرقم بي ديت مع عشان قال لك ازي عم يبقى عايز مفرد opinions a widely الاراء بص بص الاراء تختلفوا تختلفوا يبقى different طيب boys and girls may behave الاولاد والبنات ممكن يسلقونا بشكل مختلف انت قلت بشكل مختلف يبقى differently she can just a between light and dark هي ممكن ان هي تعمل ايه بين الضوء والظلام we can say she is almost blind تقريبا كده اقتربت من مرحلة العامة يبقى she can differentiate يمكنها ان تميز بين الظلام والنور اثنوات تأتيين I have a lot of sayings to reach my students to teach my students عايز اقول لك يدرس طلابه دي ممكن لها بتأتيين teach my students أو teach to my students يبقى انا ممكن اقول لك مثلا يدرس اللغة الانجليزية للطلاب يبقى teach my students english أو teach english to my students اذا اللي اجابة a and اللي هي to طبعا ونبربزشن اللي هي رقم c يبقى احنا كده نختار a and c اللي هي رقم d اقول تاني teach my students يدرس لطلابه تاب teach to my students يدرس برضو لطلابه طيب بس احذر لما قولك I would like to teach my students english ما قولتش حرف جر وما ينفعش اقول حرف جر طب I would like to teach English to my students هنا خدنا حرف الجر ونكتب دي في الكشكور نكمل بقى what do you think the police should do with young criminals انا عارف ان think of about حلو بس انا ما ينفعش اروح خبطهم هما الاثنين من غير مقرأ الجملة وترجمها what do you think ماذا تعتقد ان البوليس يجب ان يفعل جبتلك سيرة ما رأيك فيه لا خلاص يبقى ما تاخدش خالص هتقول no عايز تاخد بالك ان انت تستخدم امتى of about لو عايز اقولك ايه رأيك في الشرطة what do you think of the police or what do you think about the police طيب ايه رأيك ماذا يجب يعني ان تفعل الشرطة مع اللصوص يبقى what do you think the police should do with criminals or thieves طيب وكتبتها لكم في الورق البي اف بقى مثالة بختلفة على كل واحد من دول اربعة و ثلاثين وي she was married a son and a daughter هي متجوزة وعندها ولد وبنت يبقى married with عادي تفهم ان married with دي معناها متزوج ويعول طيب married to معناها متزوج من خش على خمسة وثلاثين she was married her cousin علي هي متجوزة من ابن عمها علي يبقى married to طيب الاسم من كلمة married اللي هي marriage اللي هو الزواج الlawyer speaks people in court خبلك ان انت عندك مع speak دي حرفين قرر speak to speak for speak to او speak with يتحدث مع I like to speak to عمر اتعايد اتكلم شوية مع عمر طيب عمر دا تحبس بفضل الله كده يعني وانت عايز تروح تدافع عنه يدافع عن يتحدث نيابة عن شخص في المحكمة اسمها speak for a person وبالتالي انت هتقول speak for don't expect to get a clear answer me I'm really confused لا تتوقع ان تحصل على اجابة من يبقى answer from me اللي هي from طيب ما الامتى ناخد answer to يا مستر answer to معنى اجابة على سؤال تعال نشوف كده انا كنت متوقع اجابة واضحة to my straight question انت ليه بتماطلي عم ان انا كنت متوقع اجابة واضحة الى سؤالي الواضح وبالتالي answer to اقول تاني answer from يعني اجابة من شخص answer to اجابة لسؤال بعد كده تسعة و ترتين بقول لك to communicate each other الدولفين بيستخدم الصوت علشان يتواصل مع يبقى communicate with طيب communicate دي ممكن نجيب بعدها حرف with وحرف جر كتير وممكن ما نجيبش اصلا حرف جر اقول لك we should communicate today لازم نتواصل النهاردة ما جبتلكش حرف جر لاني بقول لك يجب ان نتواصل اليوم ما قلتلكش نتواصل معه طيب 40 بقى we usually communicate english دايما دايما مع اللغات داخد in طيب speaks in english he writes in english طيب he communicates برضو in english communicate in english معناها يتواصل مع الاخرين باللغة الانجليزية طيب نيجي بعد كده وعلى 41 I have not had any communication him انا ليس لدي اي تواصل مع هو يبقى وزهم يخرب بت الترجمة يا جماعة الترجمة هي الحل لكل مشاكل الحياة زي ما بقولوك دايما كده حتى للمشاعرك مع الخلق لو انت ترجمت الدنيا صح هتفهم كل اللي حواليك بشكل واضح ولكن عايز اقنبه ان في اللغة الانجليزية الترجمة دي بتديك تسعة وتسعين وتسعة من عشرة من الحلول يعني في واحد كده فلت منك الواحد ده بيعتمد على التركيب اللغوية الحاجات المصطلحات الليك لازم تبقى حافظها كنتاكت يعني يتصل او يتصل بي عشان نبقى واضحين كيمة كنتاكت مانا يتصل بي فبقولو انا بحاول اتصل بك طوال اليوم يبقى ما احناش عايزين حاجة كده او ما اقلك انا ليس لديها تواصل مع يبقى الترجمة برضو يحل طيب اربعة واربعين هي تبدو مثل اختها تشبه اختها يبقى طيب انت عارف ده مصطلح كده زي السلام عليكم يبدو كأنها تتمتر خبالك دي لها قاعدة كده مكتوبة فرقة برضو هتلاقيها في الملف البري إف اللي هينزل دلوقت هو يعطى محاضرة شيقة عن تاريخ مصر طيب تعالى نشوف ان اباوت تو ان ب يعطى محاضرة عن اسمها اباوت 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 الاثنين صح سبعة واربعين سبعة واربعين انا دائما ما اعطى محاضرة الى طلوب يبقى تو مستر استنى انت مش لسا عائل اباوت اباوت ما قلتلك برضو ترجم لو انت عايز تقول محاضرة عن يبقى لك ترجم اباوت طب محاضرة الى اباوت اصحبا من الموضوع ده عشان الترجمة دي لازم تعملها طيب تماني واربعين بقى اصبح مشهورا بروايات اصبح مشهورا بروايات طيب مشهور بكرمه طيب مشهور في مصر يبقى طيب مشهور كمدرس يبقى هو مشهورا ككاتبا يبقى خمسين كتبه مشهورة في كسير من الدول يبقى هتقول في مصر استنى من تخطي لي في مصر فور واز و ايه 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 مش ببرحتك الموضوع بالترجمة في مصر مشهور بي في مصر مشهور ك في مصر مشهور في بلد بص بقى عشان ان الحوزة دي مهمة 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 لبعد بكرة بالليل كده ساعة تمانية بالليل يعني عادة لتفهم اللي هقول لك ده كويس الافعال او الكلمات اللي بنستخدمها عشان نبين ان شيء معين مهم بيجي بعدها دايما المصدر في جميع الازمين اقولها تاني حفظها كده الكلمات اللي بنستخدمها علشان نبين ان حاجة معينة مهمة بنستخدم بعدها الفعل في المصدر مع كل ضمائر الفاعل وايان كان الفعل مفعل او جمع وايان كان الزمن مين الافعال دي يا مصدر زي ومعهم كلمة ينصح يعني مثلا لما قول لك على سبيل المثال دي تابع لك انا قلت لك المصدر كمان جملة لما قول لك مثلا خد بالك أن أقولت إيه؟ المفرد المفتوق أن أقولنا stay لأن القاعدة بتقول أن الكلمات خد بالك أن أقول لك الكلمات مش الأفعال الكلمات يعني اسم وفعل اللي بنستخدمها عشان نبين إن حاجة معينة مهمة بيأتي بعدها دائما مصدر طيب دا رقم واحد رقم اتنين في الجملة دي كنت أعجز أقول لك أن كلمة important to important بعدها two وimportant بعدها four لتنين صح important to four لتنين صح فأنت هنا بتقول لي طو موجودة و فور موجودة يبقى اي عند بي طيب ماي ميني كيميكالز ار امبورتان او هيلز ما قولنا خلاص يا عام طو فور خلاص يبقى رقم اي و بي برضو طيب مستر توم از اولوز استريكت سينجس لايك هوموارك انتعرف ان استريكت دي ممكن نجيب بعدها اباوت شي وز شخص اين مكان او قات مكان على حسب المكان ده باخد اين و القات على سبيل المثال في جملتنا دي مستر توم از اولوز استريكت سينجس متأم يعني يعني صارم فيما يتعلق بالاشياء بتاعت الواجب يبقى استريكت اباوت استريكت اباوت يعني صارم فيما يتعلق بالواجب طيب اللي بعدها مستر توم از اولوز استريكت هز استريكت سينجس معناها صارم مع طلاب يبقى استريكت وز طب لو عايزين نقول استريكت نقط سكول يبقى استريكت صارم في المدرسة لكن مرح نين و لطيف و بدحك للناس I plan an introduction and then steps بقول لك انا اخطط زن المصدر زي ما انت جبت الاول مصدر يبقى زن use الاولى دايما تقول مثلا I buy food then eat buy وبعدين eat طب لو انت قلت له I bought food يبقى زن eat على طول I plan an introduction steps انا اخطط المقدمة steps اللي هي المين الخطوات ركز بها عشان الترجمة مستخدما خطوات يبقى using steps طيب انا اقطع الطعام باستخدام السكين يبقى I cut food using knife انا بروح لمدرسة باستخدام السيارة I got school using car كلمة using دي لو انت شاطر في اللغة العربية هتفهم اللي هقولك عادة وهيراي رايحك بعد كده لما تقولي انا اذهب للمدرسة مستخدما السيارة مستخدما دي دايما تعرب او في اللغة الانجلزية عبارة عن فان مدفل اي انجي انا اعتقد انها تعرب حالي ودايما الحال ده في اللغة الانجليزية لو كان جاي من الصفة بنضفه اللي اي او ان هو يكون حال شاز لو كان الحال ده جاي من الفعل فتضف له ING رأيته رجولا ساعيا في الشارع ساعيا دي حال فتقول I saw a man walking in the street ما انتعارف انه ساعيا يعني ما شاء نتيب طبعا 57 I think my teaching style is not similar that of most other teachers بيقولك اعتقد ان اسلوبي في التدريس is not similar to similar to معناها مشابها لي طب the same من غير ما اتكملها مستر the same as ما نحافظها دي the same as طيب 59 بقى they both taste just the same me طب ناخد ان اس اوعى تعملها لما الترجم طب انت اخدتها هنا ليه ما انا اخدتها هنا عشان بقولك the same as your old one يعني زي بالزبط عربيتك القديمة زي بالزبط كتابك القديم لكن هنا انت بتقول لي هما الاتنين واحد بيديك كوبايتين كده عشان تتزوق طعم الشاي اللي هنا فانت بتقول الله هي عم هما الاتنين just the same to me هما الاتنين طعمهم واحد بالنسبالي وهكتبها في الورقة عشان كل الكلام ده يكون موجود في الملف على جروبة الإجلام الخاص بالمنصة لازم تنزل I spoke with him through my friend who translated Arabic into English اكيد translate from into translated from Arabic into English His works have been translated countless languages كاونتلس دي معناها لا تحصى ولا تعد بقولك ان اعماله الأدبية يعني تم ترجمتها الى يبقى خلاص يبقى to countless languages طيب بعدها تنين وستين ترجم بقى معايا كده بقولك the exam is long easy long طويل easy سهل صفتين عكس بعض خلاص يبقى بط فانت بتقول لي الامتحان كان طويلا ولكنه سهلا طب لو انت قلت لي is long not boring خلاص صفتين سيئين يبقى تقول لي طويل وممل كنا نقول انت we have good a bad sides احنا كبشر عندنا جوانب ايجابية وجوانب سلبية يبقى انت عايز هنا انت or 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 but otherwise طيب come on time otherwise you will be dismissed تعالى في الوقت المحدد وإلا ستطرد my father always encourages me to take a in conversations بابا دايما بيشجعني ان اخذ دوري في المحادثات اني اشارك يعني يبقى خمسة وستين the next olympic games is known to take a in tokyo الالعاب الاولمبية الجاي ان شاء الله من المتوقع ان هي تحدث في توكيو يبقى to take place in take place in يعني يحدث اوعد لخبط بين take place in and take the place يعني اكتبها اول هلك بقى لما نقول مسلا take place in يعني يحدث فيه take his father's place يعني يحله محل ابيه يعني ياخد مكان ابوه في القصة احنا ممكن نقول رسندل talk the king's place يعني رسندل احتل مكان الملك خد مكان الملك طيب 66 بقى بقولك ان هو بيكون ايه وهادي كمان وما بيتحكش خالص انت عايز هنا صفة يبقى serious كأنك بتقول هو جاد وهادي وما بتحكش وبهزرش ومعقد ومل طيب 67 بقى لك مفيش فصلة انت لو ترجمت الجملة دي انت مش محتاجة تكتب حاجة في الجملة دي يعني انت لو ترجمتها هتلاقي الجملة معناها ايه هو هادي وما بيتحكش اذا انت عايز الظرف وهو الظرف ده لما نحطه في الجملة ونشيله ايه 60 لازمة غير بيان درجة الشيء فانت هتقول هنا حال اللي هو مين seriously تم الترجم لي كده يعني هو هادي جدا كده هنا في الموضوع ده 68 دولتنا خد بالك عايزك تفهم حاك لو انت شاطر في اللغة العربية برضو هتيجي هنا اصل اللغات يا جماعة واحدة اللغات نفس الفكرة ونفس البناء ويه دي ضمير فاعل يعني نحن ينفع قولك نحن دولة لا ما ينفعش شي لها خلص طب اس دي اسمها ضمير مفعول بيجي بعد الفعل يعني نقولك ساعدنا ساعد فعل طب يساعدنا فعل برضو كلمة يساعد فانا الموجودة في الفعل دي تعرب في اللغة العربية أصلا مفعول فلما قولك يساعدنا يساعد وفعل مضارع ومش عارف ما نضم وما ضمتش وكده وطونا مفعول به فانا دي في الإنجليز مش هنقول عليها مفعول بها ولها ضمير مفعول اللي هو كلمة اس كده يعني دي بنسميها صفة ملكية وانت كطالب متفوق عارف ان صفة دي يعني لازم بعدها اسم فقولك اي حاجة دي صفة ملكية فلازم بعدها اسم دي بنسميها ضمير ملكية لا بيجيش بعدها اسم خد بالك من دي كويس وانت لو القاعدة ملاخبطاك هتسيب المنصة معلش دقيقتين كده وتطلع على القناة اليوتيوب بتاعتي هتدور على القواعد ملف القواعد هتلاقي فيه شرح قاعدة الضمائر كلها بالتفصيل هتلاقي الفيديو اسمه مدخل الى الضمائر اسمعه كويس عشان هتستفيد انت ما عايز تقول دولتنا يبقى انت هتقول اللي هي دي اللي هي رمبر سي طب ليه خدنا اوار ماخدناش اوارز علشان اوار بعدها اسم لكن اوارز ما بيجيش بعدها اسم طيب عارف انت لما قولك is better than mine ليه قلتلك mine فاقولك your car is better than my car يبقى الطريقتين your car is better than my car your car is better than mine انا عارف ان انا ماشي بسرعة شوية علشان الفيديو مبقاش ساعتين وتمل انت وتقفل الفيديو وتدع علي فاستحمله شوية معلش البطولة يا جماعة محتاجة صبر الموضوع مش سهل اكيد طبعا وانت احمد ربنا اللي هداك تسمع غيرك مش قادر على نفسه ان يسمع قول الحمد لله كده وانت شاطر قول الحمد لله 69 is the greatest country in the world اعظم دولة في العالم مين our country طب ما اجابش country خلاص ما اجابش اسم يبقى انا اخد ours طيب سبعين بقى the candy was in the eye of an egg الحلوة كانت في شكل بيضة اللي هو كندر بقى والحاجات انت عارفها انت بجيبها دايما دي عايزك تعرف لما تتكلم عن حاجة عن كلمة شكل دي لها معنين shape و form لما قولك شكلا من اشكال البطالة يبقى ديش معها form شكلا من اشكال التلوث اسمها form شكلا من اشكال الحب والاحترام والتقدير يبقى form طيب لو انت عايز تقول بقى شكل المثلث شكل المربع شكل من الهندسيات دي اسمه shape يبقى in the shape of an egg يعني في شكل بيضة طيب رقم واحدة السبعين بيقولك هو غير الغرفة علشان يبقى ماشى كده مع الاثاس اكيد غير تصميم الغرفة انت عارف ان كلمة design يعني يصمم بس خد بالك وعد لغبة الدنيا ببعضيها لما يقولك يصمم وقابي دائما ان اذاكر حتى وقت متأخر من الليل تروح انت هبدلي design في دي بقى غلط اعرف مدلول الكلمة انا دائما اقولك احفظ الكلمة بمدلولها مش بمعناها design يعني يصمم يعني يصمم هل هما تلاتة زي بعض والله لا يا ابن design يعني يصمم الغرفة لكن insist يصمم انك تعمل حاجة اي تربس دماغ انك تعمله 72 بيقولك برغم كونها جميلة انا عايتك تفهم الحتة دي كويس كده لما تقول برغم كونها جميلة يبقى انت عامل حسابك ان beautiful صفة وبعدين فاعل اللي هو she وبعدين ال verb to be اللي هو is فانت عايز في الاول however طب لي يا مستر however صفة فاعل however ظرف فاعل فاعل حافظ الكلام ده من زمان قلناه في الواحد والتانية والتالتة والربعة والنهارده بنقوله في الستة كمان ثلاثة وستين بقى beautiful she has beauty she has beauty يعني الجمال اذا ما تنفعش استخدم however صفة او ظرف وبعدين فاعل وبعدين the verb to be او فعل حلو طب لو جاب لك اسم اعمل حسابك تعلم غمض عينك واخد whatever whatever beauty she has هوقف الفيديو ده لحظة واحدة واكتب حاجة واجي لك انا جيت انت ليس صحي ولا نمت ولا ايه انا جيت لك تاني معلش بص انا كنت باكتب حاجة كده عشان ما نساش اكتبها لان بانسة في الغالب يعني عايزك تعرف انك لما تبدأ الجملة بص معي على تنين وسبعين كده جبتها هي سبعة وبعدين اتنين جنبها كده قليتها بصي عم احنا هنا بنقول نقط وبعدين beautiful she is ده معناها برغم كونها جميلة انا ممكن عبر عن برغم كونها جميلة دي بطريقتين اسمع مني كده انك تجيب الاول however في اول الجملة صفة فاعل او انك تقول ايه انك تجيب الصفة الاول خالص فتبدأ الجملة بكلمة beautiful وبعدين as she is طب عايز اقولك برغم كونه سريع بكلمة however يبقى however however fast he is او انك تقول fast as he is short as he is التركيبة كالاتي الرشدة كالاتي however صفة فاعل verb to be او انك تجيب اه الصفة وبعدين as وبعدين الفاعل وبعدين verb to be كتبتهلك في الورقة وسنزلك على telegram ما تقلقش بس انت زاكر وراي انا هزاكرلك وانت بس حفظ وراي هي ديكت short at a of ohio هو حاضرة ركز بعشان كلمتين دول مهمين جدا هو حاضرة في جامعة اوهايو مستر هو كلمة جامعة اوهايو ديت اوهايو دي عم مش مضاف اليه صح ولا مش صح مضاف اليه طب لما تقولي حديقة الحيوان الحيوان دي مش مضاف اليه او لو انت مش عارف مضاف اليه هقولك على سكرتية كده بين وبينك لما اقولك حديقة الحيوان كان ممكن اقولك حديقة النبات حديقة التمساح حديقة فمدام الكلمة دي قابلة للتغيير يبقى هي مضاف اليه طب لما اقولك جامعة القاهرة ممكن اقول له بجامعة اوهايو ممكن اقول له بجامعة لندن جامعة الاسكندالية مدام الكلمة دي قابلة للتغيير يبقى دي مضاف إليه ويش كده حلو الكلام ده يلا اي خدمة دعيلي بقى هنا بقى في الجملة هو حاضرة في جامعة اوهايو انت بتلف اللفة دي بي يا ليه من ساعتها عشان اقول لك انك لما تحب الترجم المضاف إليه فبنقول فعشان كده هنقول طيب 75 هو راح الجامعة بتاعته مبارح ولا خبعنا على عينه فانت هتقول هل هو راح الجامعة بتاعته بالأمس مبارح راح ولا ما راحش تمام طيب 6 وسبعين يعني هل هو راح الجامع هل هو ذهب الى جامعة وانهى دراسته ام انه فاشل محب وبالتالي هنقول أنا لما قابل واحد كده وعايز اقول له هو انت جامعي ولا دبلوم من ابو ثلاثة ولا انت معهد من ابو ثلاثة بعيد عنكو يعني فاقوله هو انت متعلم في جامعة واحد عمل تصرف كده مش ظريف قدامك وانت عارف واخد مؤهل عالي وزي الفل بس انت عايز تستز يعني تسخر منه فتقول له والنبي ده شكل واحد راح جامعة كده يعني طيب واحد صاحبك في الجامعة بقى قبلك فبتقول له هو انت رحت الجامعة بالأمس اللي هي بتاعتنا وانت يعني سبع وسبعين تقرأ ازاي بقى السنوات يا جماعة بنقرأها حتة بحتة كده عشرين عشرة فانقول طيب الف تسعمية تمانية وتمانين مصيبة لو انت متعرفش تاخد الارقام خد بالك مصيبة الف تسعمية وتمانية وتمانين هتعملها ازاي هكتبها لك كده الف تسعمية تمانية وتمانين تقرأها ازاي انا هقرأها تمانية وتمانية وتمانين تحديدنا عشان هي سنة ميلادي يعني فمعليش يعني سبني اعيشة دور شوي 1880 تهتقرأ 19 و28 فتروح عالي 1988 طيب تعال نكمل when i finish school i like to do something to help other people عايزك تفهم ان هناك شيئا اسمها would like اسمها دائما would like لرقم b i would like to do i would like to go واخد بالك في حاجة اسمها would like to have والتصريف الثالث وانا هكتبها لك في الكشكول اللحظة واحدة would like to have ماشي بص معاي ايه الفرق بين would like to eat would like to have eaten i would like to eat يعني نفسي اكل والله يا جماعة نفسي اكل i would like to go نفسي اذهب i would like to play نفسي ألعب طب i would like to have played يعني كان نفسي ألعب ملعبتش الجملة اللي انا عملتها لك على جروب التليجرام قبل كده كان بيقول لك i would like to have visited my uncle he died two years ago يعني ايه انا كان نفسي ازور عمي اللي مات مات معاتش ينفع فانت بتكلم عالماضي i would like to have lived in the tenth century انا كان نفسي اعيش في القرن العشرة ينفع تعيش لا خلاص راح اتعليك فخلاص عشان كده خدنا would like to have والبصد برتسوق عندما انهي الدراسة فانني سأفعله اشياء عديدة يبقى انت عايز مستقبل بمبدأ ان كرابط بعدها مدارع بسيط الناحية التانية مدارع او مستقبل او امر او عد انسى مدارع او مستقبل او امر طب على السريع كده احنا هنا خدنا مستقبل طب ام تاخد مدارع 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 او لك لما بخلص المدرسة بعمل حاجات كتير او اقول لك لما تخلص مدرستك تعالع البيت فدفع الامر كمانين بقى انا الحمد لله فزت بالمسابقة فده يرد عليك اقول لك يعني يبدو عظيما يبدو رأي عن ايه الحلوة دي يعني حاجة كده زي نظام ايه الحلوة دي طيب كلمة تيستس دي معناها مذاقه او ايما لك حاجة باكلها كده كيكة اقول لك طعمها جميل طب رحية حلوة اقول لك طب انا بقى يعني مسك بلمس بصوابية حاجة كده وليدتها نعم اقول لك يعني ملمسوها صوفت طيب واحد وتمانين رأيته كلبا يحفر في الحديقة كيف وجدته وجدته يحفر يبقى انت بتحكي عن حال والحال مضافه انجي مباشرة عايزك تفهمها اي فاوند هم اي انجي اي فاوند مفعول اي انجي كلام خلصان كده وهكتبها لك برضو علشان تبقى الموضوع بالنسبة لك سهل هل الموضوع ده حصل بالصدفة كده ولا مرسوم ومتخطط له يبقى باي ديزاين ديزاين اللي هو التصميم يعني انت مرتب يعني هنا باي بلاننج المرض ده اي عن طريق شرب المية للملوسة خد بالك كونتاكتد يتصل بواحد قاله احمد عام ليه انا كده اقول لك اي كونتاكتد احمد طب كونتاكتد معناها يتواصل او ينتقل كونتاكتد معناها موصلين مع بعضهم بجهاز لما اقول لك ان التليفون متواصل بالانترنت فاقول لك كونتاكتد توزي انترنت اما الامتا نقول كونتاكتد يعمل حق كونتاكتد دي لما يكون انت عايش تقول لي علاقة به اقول لك منار is connected with the crime منار لها علاقة بالجريمة لها ايد في الجريمة infected معناها مو اصاب بالعدوى المهم الامراض زي ما قلنا بتنتقل من خلال كذا يبقى معناها يتواصل ومعناها ينقل عدوى اربعة وثمانين لما نروحت الجامعة اول مرة الموضوع دي عمل فيه ايه وخداني باحنا وروح مرة تانية هناك عايدة تفهم عايدة ترجمة الاربع كلمة دي اول حقا كلمة معناها يلهم او يحفز لأولا تب كلمة معناها يتأمر و معناها المؤامرة كنسبيرسي لها c-o-n s-b-i-r a-c-y دي معناها مؤامرة زي كلمة تمام فكر انت لما كان ديوك مايكل واقف هو ماكس هولف عند مفترق الطرق ساعة ما كان راديش راسندل بيرقبه ومعاه سابت فاكرين دي اكيد فكرها ساعتها الواد قال لديوك مايكل الافضل لان احنا نطلع عام عالكاسل انا خايف ان نطلع يكون عامل لنا هناك بلوت هنا كان ممكن نستخدم مكانة معناها مؤمرة طيب كلمة دي معناها يلهم معناها يطمح سوري اصباير معناها يطمح الى او يطوق الى يعني نفسه يعمل حاجة معناها يتنفس وخبالك يتنفس دي يعني يشم الهواء ويطلعه تاني فهو لو هيشم يستنشق اسمها انهيل طيب لو هيزفر اسمها اكسهيل يبقى كلمة دي لها معنين ممكن نستخدمها بمعنة او نستخدمها بمعنة اكس وبعدين هيل اتش اي 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 طيب نرجع للموضوعنا بقى بقولك وان لما نروح للجامعة الموضوع دي حفزني خالص وكان نفسه يروح تاني يبقى طيب بعد كده خمسة وتمانين هي دي الفرصة اللي هو محتاجها عشان ان يبدأ بداية جديدة وهم التراتب معنة جديد ان بدا بينمو اي اكد بينمو بشكل طبيعي اللي هي ناتشورلي اللي هي ديت ناتشورلي طيب امال نويزلي بشكل فيه ضوضاء نيتلي باناقة نيرلي تقريبا دا ساكند اي كيم فروم ابينالتي بنالتي ضربة جزاء طيب ايه اللي جه من البينالتي الهدف اللي هو اسمه جول امال ايه الفرد بين بنالتي وبين ام وابجكتف وطارجت بحاجات دي كلها بص معي كلمة تارجت دي معناها الهدف بزنس شوية لما اقول لك الشركة بتاعتنا عملة تارجت السنة دي ان احنا نكسب سبعين مليون جنيه دا اسمه تارجت طيب ومال ايه جول جول هدف الحياة هدف البعيد الحلم الطموح اللي نفسك فيه جول وايه ما بنستخدمهم بنفس المعنى في الحادة دي اوبجكتف دا الهدف القصير بمعنى هدف جلسة واحدة هدف يوم واحد فنقول عليه اوبجكتف حتى المستر بتاعك تلاقي كتب في دوفتر التحضير الوبجكتف بتاع الليسن النهاردة ان الطلبة يفهمه كزا يبقى هدف قريب او هدف صغير او هدف مؤقت او هدف يومي مثلا خبلك من دي بتقب ات از ما ايه نقط نطو ساي ايه نطو ساي ايه نطو ساي ايه نطو ساي ايه نطو ساي من ايه ان انا مقولش حاجة للصحافة اكيد سياستي كده ان انا بتكلمش مع الصحافة محبش تكلم مع الصحافة زي كده بالظبط اا مهمة او كده ساعة تمانين محكم او هدف منطقتين حول في عاجل محول قريب ان اللاعبين يجب انه يحصلهم على السلوكيات العنيفة انه هم يعاقبوا يين ساي معناها يعاقب ودسيبلم معناها مجال خد بالك من بتر دي بيجي بعد قبلها هاد يعني الأبوستروف دي هنا مش ود هي هاد لكن لما قولك ويد راثر يبقى ويد راثر يبقى ويد راثر ويد بريفير لكن ويد هاد بيتر ايت زا فش بفور ات نحن المفروض نأكل السمك قبل ما سبويلز وخد بالك سبويل دي معناها يفسد ومعناها يدلل ومعناها الناس اللي نخدهم في الحرب دول اسمهم ايه اللهه ما ذكرني الحكاة اللي نأخدها من الحرب اسمها ايا رجالس ها فكروني كده هاكفل ما فتكر عشان فتكرتها والنعم سبويل زي غنائم تمام كمعيه أربعات يام عشان افتكر الكلمة دي بعد تقريبا عشرين دقيقة شخص تمكن من انه يعمل ايه في جهاز الانزار بلنس يعني وازن سيلنس معناها الصمت ومعناها يصمت يسكت طبعا معناها يؤثر ولايسنس معناها رخص او يرخص انت بابتقولي بعد عشرين دقيقة كاملة حد تتمكن من ان هو يسكت المنبه اللي هو سيلنس أبدا عمرها ما كانت ايه انك تمشي لوحدك بالليل اكيدا مش سينسبل سينسبل يعني عقلاني وما لقيه سينسبل الحواس الخمسة طب ايه سينستيف سينستيف معناها حساس تاب سينسيشن الاحساس بق عبالنا كده يا رب يبقى عندنا سينستيف اذا دكتور ريكماندد اسوب فور سكن الدكتور وصف صبونة معينة للجلد الحساس يبقى انت اهكيدا هتقول سينستيف سينستيف دي معناها حساس خبالك ما اسمعاش سينستيف اسمها سينستيف سينستيف اربعة و تسعين هي نشرت ايه في جريدة طبية فيند يعني يجب تمام فيندينجس معناها موجوداتها او نتائجها سيف يوفر سيفينجس مدخرات ريت يكتب ريتينجس كتابات طب فيلنج فيلنجس معناها مشاعرها طيب سيرش يعني يبحث خد بالك الاولانية دي سيرش معناها يبحث ده فعل وعلى فكرة كان ممكن هنا بردو نقول از ويل يعني على حد سواء وعليك على حد سواء يوسف ايه باكس هاف انفلوانس لتشولد 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 تم هيكده مضبوطة خلاص ما انت خلاص ما تستخدمش حاجة انت عارف ان ياسمها خطي زبالة النصيحة اللي انت حضرتك ممكن تعطيها الي بـ 98 كده قلنا give me طيب 99 under the يعني تحت تصرف يعني اسمها under the control of the ministry of education او كان ممكن تقول all schools are in the charge of in the charge of بتسوي under the control of بس ده معناها ان the ministry of education is responsible for all schools او the ministry of education is in charge of schools استنى انت قلت in charge of مرتين لما قلتش اتنين اسمع مني تاني كده اقول تاني لما تقول لي under the control of the ministry of education تحت سيطرت وزارة التربية التعليم ممكن نقولها بطريقة تانية all schools are in the charge of the ministry of education معناها مطلوب من ده معناها ان the ministry of education is in charge من غير ذات ونكمل طيب وبرده معناها the ministry of education is responsible for رقم مية which period of history would you not like to have lived ايه الفترة من التاريخي اللي انت بتحكى نفسك تعيش فيها اكتر would you like most خب بالك المصطلح ده على بعض كده would like most يعني كان هيموت ويعملها اكتر ما كان يحلم به طيب رقم مية واحد the second paragraph to the situation is in Scotland is impressive البراغراف التاني المتعلق بي المتعلق بي related to و relating to اللي هي رقم دي خب بالك لما نقول related to المتعلق بي اللذي يحكي عن tab relating to العائد على بنفس المعنى هما الاتنين عموما يبقى A و B you must do your aid duties to help your son with his financial problems انت المفروض تساعد ابنك عن طريق انك تقوم بواجبك الفازرلي الابوي my teacher treats me مدرسي بيعملني in a fatherly way بطريقة ابوية احذر اني خلمة fatherly صفة لكن in a fatherly way زرف because of an incurable disease بسبب مرض لا علاجة له my father died at the age of at the age of معناها في عمر اللي هي دية because of an incurable disease بسبب مرض لا علاجة له my father died aged ما نتعرف at the age of بتساوي aged بس احذر ان في at the age of وفي in the age of اكتبها in the age of in the age of دي معناها في عهد مبارك مسلا in the age of مبارك 16 cars is very expensive واللي بعدها cars are very expensive عاية تفهم العمليات مفردات دايما العمليات مفرد دايما بمعنى developing our countries developing دي عملية تطوير دولنا يبقى as طيب لما تقول using cars استخدام السيارات as عشان كتا تقول using طب لو انت في مئة وسبعة قلتلي used cars معناها السيارات المستخدمة used cars سيارات المستخدمة يبقى جمع ممكن تكتب لنا مقدمة مختصرة للنص عكس كلمة introduction introduction معناها مقدمة عكسها خاتمة او نهاية وانت عارف ان دي كلمة خاتمة او نهاية حاجة من اتنين يعني اما واخد بالك السؤال ده هيجي في المتحمل منظر ده السنادي يعني اسئلة السنادي هيبقى فيها المنظر ده كده اقول لك اختار كل يعني ما حدد لك شي كم واحد خد بالك السؤال يقول لك ايه زي فركز ويقرأ السؤال الاخر وما تفزلكش عشان ما تندمش المهم فهنا قلنا طب ليه مش معناها اه النهاية طيب او نهائي لكن انت عايز تقول مقدمة عكسها خاتمة اللي هي اي حد هيجدوه مسؤولا عن الحادث يعني متهم مجنب فبالتالي هنقول وممكن نقول لو هنا الاختيارات لو كلمة معناها متورط كنا اخدناها كلمة وانجاجد وغلطي نفس المعنى كلمة يعني خطأ ويرر يعني خطأ ومالقي واضح كده خلصنا بفضل العالمين المية وعشرة جملة اللي على الكلمات من كتاب الكتاب ده عظيم جدا بدل ما تفضل كل شوية توقف الشهادة وتعمل وتحل الواحدة اشتري الكتاب الكتاب ده مش غالي الكتاب ده هو في ايدي دلوقتي حاليا بخمسة وخمسين جنيه يعني تقريبا هو من عائز التكلفة المادية اقل كتاب واكتر كتاب قيمة معرفية الكتاب فيه كمية معلومات بصراحة تستحق انك تسكرها ما تنساش تتابع علشان فيديو الجرامر هينزل ان شاء الله بكرة برضو علشان كل يوم هننزل فيديو حاجة معينة بحيث ما يكونش فيه اكتر من فيديو في نفس اليوم فتملا انت وتزهق وتكرهنا كل يوم هننزل فيديو والفيديوات بتنزل على المنصة مش على جروب التليجرام شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته